أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا اللقاء الخاص مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لجمهورية مصر العربية على هامشي الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن أهلا بك دكتورة سحر شكرا يا قصائي أنا سعيدة أنا معك في البرنامج السؤال البديهي المطروح هو حول متانة وصحة الاقتصاد المصري ما هي رؤيتكم للاقتصاد اليوم وما هي توقعات حوله طبعا لما نقيم الاقتصاد المصري النهاردة بنبص على الاقتصاد المصري فين من أربع سنين مهم جدا لما نقيم أي اقتصاد نحن بنقارنه على مدار الوقت فهتحس إن فيه طفرة كبيرة أنا مش عايزة أقول حتى فيه تعافي الاقتصاد لأنه احنا يعني عدينا مرحلة التعافي من ثلاث سنين والحمد لله بالوقت بقى فيه كل المؤشرات الاقتصادية بتأكد كده نبص على النمو وصل الحمد للغاية لأربعة فاصل اتنين في المية نبص إن البطالة نزلت بنسبة كبيرة نبص على نسبة حتى الاستثمار الكلي زيت 25% الاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة كبيرة بالذات ما نبص حتى على السنة المالية الجديدة اللي احنا فيها النهاردة وكمان المؤشرات الدولية احنا هنا في واشنطن المؤشرات الدولية كلها بتؤكد هذا النمو الكبير وهذا التقدم الملخوص في الاقتصاد المصري الحمد لله لان برضو مهم مؤشرات الدولية انها بقارن مصر بالدول المختلفة دول نائمية دول ناشئة ودول صناعية فمهم جدا المقارنة جين في الاخر احنا بنتكلم على مناخ علامي تنافسي فمهم جدا وضع مصر مع الدول المختلفة والحمد لله فيه تقدم كبير واحنا كمان متفاقلين ان الفترة الجاية ان شاء الله النتاج بنامج الاصلاح الاقتصادية هتظهر اكتر وهنجم يصمرها بطريقة اكبر في الفترة اللي جاية بإذن الله انتم هنا في واشنطن ومن خلال علاقاتكم مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وكذلك العنوان الكبير المطروح والذي تحدثت قبل قليل عنه هو موضوع التمويل العنوان العريض الآن هو حاجة بصر الى التمويل ما هي حقيقة هذا الامر وكيف تنظرون الى العلاقة مع المؤسسات الدولية التي يمكن ان تخدمكم في هذا الاطار شكرا يا قصي انا سعيدة ان انت سألت سؤال ده لان هو سؤال مهم يعني ما فيش نمو اقتصادي بدون تمويل لازم يبقى فيه تمويل عشان سواء بنستثمر بنية اساسية بنستثمر في المواطن من خلال التعليم والصحة والتدريب وتنمية المهارات او بنستثمر في جميع الاصلاحات اللي بتقوم بيها الحكومة ولكن بحب اكد نقطة مهمة حتى لما نبص على الفترات الاخيرة منذ ان تولى سيدة الرئيس ان بالعكس كل اجياد التمويل الدولية من ضمنون البنك الدولي والبنك الافريقي والسندق العربية والبنوك الاستثمار الاوروبية كلها حريصة انها تمول هذه المشاريع لان طبعا هو في الاخر الحرص ان التمويل وانهم يتحركوا سريعا في دعم هذه المشاريع الكبرى هو انهم في الاخر سواء مؤسسات تمويل دولية او مستثمر بيحسبها بيحسبها بالارقام بيشوف ايه العائد لهذه الاستثمارات يعني لما احنا بيلاقي استثمارات بتزيد استثمار طبعا المحلي استثمار مهم جدا وهمنا استثمار اجنابي مباشر او بنشوف ان هذه المؤسسات الدولية حريصة انها تدعم هذا البرنامج الاصلاحي معناها دي شهدت ثقة وشهدت ثقة مش بس مؤسسات دولية ولكن الاهم من المستثمر ان احنا بنسميه قطاع الحقيقي اللي هو قطاع الخاص يعني احنا النهاردة احنا بنتفاض مع البنك الدولي وكان لسه فيه بحثة من ايام متواجدة في القاهرة بتعمل تقييم سريع لكل الانجازات التي قامت بها الحكومة في تنفيذ برنامج الاصلاحي وطبعا محور مهم منه هو مناخ الاستثمار وكل الاصلاحات التشريعية القوانين اللي انا اشارت اليها والاهم دايما مقانون هو الاصلاحات لكل الاصلاحات اللي هي المؤسسية مثلا حاليا بنأسس مركز لخدمات المستثمر عشان نحارب كل البروكراطية والعواقل اللي كان بيقابلها المستثمر فبالعكس فيه تمويل فيه تحرك سريع ان احنا ندعم التمويل والبنك الدولي خلال ايام هيعرض على مجلس ادارة البنك اللي هو ممثل فيه كل الدول الكبرى والدول كمان العربية والدول الافريقية والدول الساوية ان موافقة على المبلغ الثالث من هذا الدعم اللي هو الثلاثة مليار اللي كان موجهين من البنك الدولي فده تأكيد مش بس من برنامج الاصلاح الاقتصادي سليم ولكن بالعكس تأكيد لما احنا نكون يعني ثلاث دفعات على مدار ثلاث سنين معناه انه ماشي في المصاري الصحيح والاهداف كمان اتحققت للمرحلة الاولى والمرحلة التانية والمساندة المرحلة التالتة تأكيد على الاستمرارية عشان كده دايما بنقول هدفنا هو نمو اقتصادي شامل بيشمل جميع افراد المجتمع والاهم انه هو يكون مستدام لان كتير دول بيحصل فيها نمو واكيد حضرتك عارف بنسمع كتير في التحليل الاقتصادية نمو البعض لسنة او اثنين وبعدين يحصل توقف وهي الاستمرارية هي اساس النجاح بطبيعة الحال تحدثتوا عن مركز خدمات المستثمرين بالهدف الاسمى له هو تسهيل خدمات المستثمرين وتحقيق عدة غايات متى يمكن ان نراه على الواقع؟ يعني احنا الحمد لله خلال اسابيع باذن الله يكون قبل نهاية هذا العام ان شاء الله سيكون افتتاح لهذا المركز هذا المركز سيكون من افضل المركز عالميا يعني احدث التقنيات وافضل الاجراءات هتكون متوجدة في هذا المركز حارسنا كمان وانحنا بناسس هذا المركز ان احنا نعمل زملائي من الوزارة في هيئة الاستمرار كانوا حارسين ان هما يروحوا لدول مختلفة يشوفوا المراكز مختلفة وقدرنا ان احنا نقي افضل السبل وان احنا نقدر ندخلها في منظومة متكاملة وبحب برضو اكد ان كان نجاح ان شاء الله هذا المركز مبني على تعاون كبير مع وزارات مختلفة بنتكلم على حتى شهر العقل بنتكلم على تعاون مع وزير العدل بنتكلم على التراخي الصناعية تعاون مع وزير الصناعة بنتكلم على كل الاجراءات الضربية والجمركية مع وزير المالية كله متواجد كله داعم وزيرة نبيلة برضو كانت حريصة ان يكون فيه شباك متخصص لتقديم اسرع وافضل خدمة للمصيرين في الخارج مجلس قامل مرأة ليه شباك للمرأة عاملين مبادرة للشباب احنا برضو مركزين جدا على المستثمر الصغير الشركات الناشئة ريادة الاعمال لان بالاخر برضو احنا مهم جدا دعم الشباب في المرحلة اللي جاية واحنا حرسين ان يكون الشباب مش بينتظروا الوظيفة ولكن هو نفسه عنده مشروعه بيقدر هو يوفر وظائف للشباب في محافظاته او قرى او في المدن اللي هو متواجد فيها فيعني ان شاء الله يكون حزمة مختلفة بنعمل هيكون برضو من ضمن الخدمات يكون فيه خريطة استثمرية بيجيلي كتير يعني على مدار الست شهر اللي انا متواجدة فيهم في الوزارة منذ ان توليت وزارة استثمر بيجي تير مستثمر عنده مبالغ وعنده شركة متخصصة في مجالات كتير في السياحة والتشهيد والبناء والبترول والاغذية فهو برضو عايز يشوف ايه الفورة استثمرية المتواجدة وكل بقى قطاع متواجد في وزارة مختلفة فهو بيبقى عايز يشوف خريطة شاملة فيه مشاريع الكبرى اللي اعلن عنها السيد الرئيس العاصمة الجديدة منطقة صديقة قناة السويس الريف المصري المليون ونص يعني فيه مشاريع كتيرة كبرى بيبقى برضو عايز يشوف العالمين يعني جلالة بيبقى عايز يشوف المنظور الشامل على خريطة ويشوف ايه الحوافز لان القانون استثمر بيقدم حوافز في بعض المناطق فيه مناطق اقتصادية مستقلة حرة وفيه مناطق حرة يعني معفاة من بعض الجمالك او الضرائب فازاي ان احنا نتيح ليه في خريطة متكاملة ايه الفرص المتاحة وايه الميزة النسبية او الحوافز المقدمة على حسب المحافزة او على حسب القطاع فدي هتكون ضمن الخدمات برضو بناء على احتياجات المستثمر يعني بإذن الله تذكرون العام الاجتماعي المواطن المصري بشكل عام يعني ولكم اكثر من تصريح يتحدث عن دور العام الاجتماعي في انجاح الاصلاح الاقتصادي كيف لمستم التفاعل والمشاركة من المجتمع المصري في عملية الاصلاح الاقتصادي ما فيش برنامج اصلاح الاقتصادي ينجح من غير ما يكون المواطن ممثل بقى في المجتمع المدني ممثل في البرلمان ممثل في المواطن في جميع فئاته في جميع محافظاته الشباب اللي هو بيمثل اكتر 50% المارة لازم كل المجتمع بكل اطرافه يكون مشارك في هذا البرنامج ولذلك بالرغم ان فيه مراحل كتير كان فيه خرارات صعبة ولكن المواطن المصري كان دايما مساند لان هو كان لبصمته وكان مساهم في وضع هذا البرنامج يعني احنا حتى الحكومة لما عرضت برنامج على البرلمان وكان فيه كتير افكار حابوا يضيفوها كان فيه حاجات حابوا يعدلوها في البرنامج كان شايفين اولويات في بعض القطاعات مختلفة حابوا ان يكون فيه توجيه للمحافظات اكثر احتياجا بطريقة اكبر كانوا حارسين على الاستثمار التزاما بالدستور الاستثمار في المواطن التعليم والصحة نسبة اكبر من الدعم ولذلك هو البرنامج مصري دايما انا اقول برنامج مصري ونجاح البرنامج هو لازم يكون فيه مشاركة من المجتمع المدني البرلمان الشباب وكل المحافظات وبالاخص المحافظات الاكثر احتياجة لانها كانت في سنين سابقة كانت همشت او ما كانش فيه دعم ليها ولا حتى تمويل البنية اساسية او دعم للشباب اقتصاديا او حتى وجود كتير من الحاجات الاساسيات زي اسكان اجتماعي طرق صرف صحي مياه توصيلات غزل المنازل وده كلها كانت من الاساسيات اللي احنا حتى كوزارة بالتعاون مع جميع الوزارات المختصة ان احنا ندعم تمويلها والاهم الخبرة الدولية في تنفيذ هذه المشاريع طبعا ذكرتم بشكل عام المواطن المصري لكن ماذا عن المرأة المصرية ما هي البرامج التي يعني تتبنوها حاليا لتمكين المرأة ايضا طبعا المرأة يعني احنا سنة 2017 احنا كواحدة من السيدات المصريات انا سعيدة جدا ان سيادة الرئيس اختار عام 2017 عام المرأة وبالفعل ادى مش بس الحكومة ادى دعم لمجلس قومي للمرأة اللي هو مساند لتمكين المرأة سواء اقتصاديا سياسيا اجتماعيا ازاي ان احنا فعلا تبقى دي من ضمن الاجندة اللي احنا بنحطها وتبقى دايما بالبص لانها في الاخر بتمثل اسر المجتمع لها دور مهم جدا في وضع سياسات ومش بس السياسات اللي بتخص المرأة ولا سياسات الاسرة ولكن حتى كل تقرير الدولية بتأكد ان هي بيبقى لها بعده مهم جدا مجتمعي بتقدر تضيفه فيه لما بنحط برنامج اصلاح اقتصادي مهم جدا ان يكون فيه معايا وداعم ومساند ليه كل السياسات الحماية الحماية المجتمعية وديه بعده مهم جدا بتقوم بالمرأة سواء المرأة الوزيرة او النائبة او المرأة حتى اللي فيه المحافظات والاماكن المختلفة المتخزين القرار ان ازاي بيكون داعمة طبعا مصر عملت انجازات كبير في دعم المرأة في كتير من البرامج احنا كوزارة حرسين جدا ان يكون مثلا التمويل مشاريع الصغيرة متوسطة وبالاخص مشاريع متنهية الصغر ان يكون فيه نسبة موجهة للمرأة المعيلة للمرأة اللي هي في يعني بالذات المحافظات اللي تأثرت مثلا بقلة السياحة او ضعف السياحة بالمقارنة بسنين سابقة ازاي ان هي بتقدر تبقى ان الجهة تمويل تعمل مشروحها وتدعم داخل اسرتها وتقدر تساند تعليم ولادها والرعاية الصحية لولادها فمهم جدا وبعدين يعني تاريخيا مهم جدا ان احنا نقول ان البرلمان اول مرة في تاريخ مصر يبقى نسبة تمثيل المرأة 15% دي حاجة كلنا بنفخر بيها ودائما بقول مش بسر 15% والاهم ان هم فعلا مشاركين ولهم دور مهم جدا في مناقشات حتى في قانون الاستثمار كان لهم دور مهم جدا عملوا مدخلات مهمة يعني انا سعيدة بها في المسودة الاخرانية اللي استضع قالها سيادة الرئيس وطبعا احنا في الحكومة احنا اربع وزيرات انا واحدة من الاربع مسكين يعني ملفات مهمة في البعض الاقتصادي والبعض الاجتماعي والبعض حتى الخارجي في العلاقات الخارجية المصريين في الخارج فالحمد لله يعني عندنا تمكين ودائما بقول دي فرصة ان احنا نقدر نقوم بدور اكبر لدعم اقتصاد بلدنا ونساهم في مرحلة انتقالية مهمة جدا في تاريخ مصر سنتحدث بمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع دكتورة اسمحي لنا ان نذهب في فاصل قصير ونعود مجددا اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود اليكم اهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا الى هذا اللقاء مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لجمهورية مصر العربية على هامشي الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين هنا في واشنطن اهلا بك دكتورة مجددا لنتحدث هنا بمزيد من التفصيل عن موضوع الاستثمارات وعندنا نظر الى الاستثمارات الاجنبية وكذلك موضوع الجولات التي قمتم بها خلال الفترة السابقة وكذلك المسؤولين المصريين زملائكم في الوزارة والحديث عن موضوع المدن الجديدة في مصر وقناة السويس العاصمة الإدارية ما هي حقيقة هذه الاستثمارات اليوم ما هي قدراتكم على الاستقطاب استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية ورأس المال الاجنبي إليها عايزة تجيب منطر صدير قناة السويس فيه تعاون كبير جدا بين الوزارة والفريق ماميش فريق ماميش عطت خطة واضحة للمنطقة الاقتصادية عنده ست مواني رئيسية حيوية مش بس بالنسبة للمصر ولا لأفريقيا ولكن للعالم كله دي يعني مكان استراتيجي كل مهتم حتى لما كنت في الصين مبادرة الحزام والطريق دي من أهم محاور هذه المبادرة ففيه اهتمام جدا من جميع الدول يعني متكلم الدول مثلا من أكبر الدول اقتصاديا في أوروبا ألمانيا حريصا يكون فيه دخل استثمارات في هذه المنطقة في أسيا الصين اليابان سنجابور مهتمين جدا يبقى فيه دخل بالفعل بدأ تفعيل احنا هنا في البنك الدولي مؤسسة تمامية الدولية اللي تابع زراعة القطاع الخاص ببنك الدولي كانت من أول الناس اللي ضخط استثمارات لوحدها مؤسسة تمامية الدولية ضخط ربعمائة وخمسين مليون دولار في هذه المنطقة فجي من المناطق اللي احنا يعني بقدر اقول ان هي لها وضع قانوني يعني خاص بيها منطقة اقتصادية بسقيلة ولكن كمان كان حريصا انه يستفيد من الحوافز المقدمة قانون الاستثمار فقدرنا الحمد لله في مجلس الوزر ان احنا نوافق على ان يكون هذه المنطقة برضو مدعومة بهذا القانون بكل المزايا اللي بيقدمها وطبعا في المشاريع التانية بالفعل اللي لسه فيه كان برضو من العاصمة جديدة فيه اهتمام كبير من دول العربية فيه اهتمام كتير من دول الاسيوية لدخل استثمارات هناك من اهم المحطات الكهرابة من الطاقة جديدة المتجددة شركة المانية متواجدة في هذه العاصمة الجديدة يعني الحمد لله يعني انا ببص بشوف كل يعني كل الدول المختلفة فيه اهتمام كله مهتم انه هو يستثمر وبعدين الارقام بقى دايما يعني مش عايز احصر تقييمي لاهتمام المستثمر بس ببعض هذه الشركات لكن بحب ببص دايما على الارقام فبنبص نلاقي الاستثمار الاجنابي المباشر هو لما نقارن السنة المالية اللي فاتت مع السنة المالية اللي هي 2017 2016 بنلاقي فيه زيادة ب24% فدي زيادة كبيرة يعني سعادات بيها والاهم لما ببص بقى مثلا على عدد الشركات الجديدة اللي بتسجل ان هيئة الاستثمار منوطة بان اي شركة جديدة بتتأسس بتأسس في في هيئة الاستثمار والمواطق الحرة فالشركات اللي اتأسست بس خلال الربع الاول من السنة المالية بقى الجديدة اللي احنا منتكلم 2017 2018 كانوا 3700 شركة دي زيادة تقريبا اكتر من 30% بالمقارنة بالربع نفسه للسنة اللي هي اللي فاتت فكل دي مؤشرات بتأكد ان بالفعل في يعني يعني تفرى في الاستثمارات مشاركة اكبر من القطاع الخاص في في الانتاجية والنمو الاقتصادي ودي حاجة برضو بتدعو للتفاؤل ولما ببصة حتى احنا يعني صندوق النقد الدولي هنا يعني يعني بعيد عننا بعض الامطار هو برضو كل التقارير اللي هي الحديثة اللي طلعت الاسبوع ده بتؤكد احنا حتى بنستهدف انا كحكومة بنستهدف عشرة مليار دولار السنة اللي جاية من استثمارات الاجنبي مباشر حتى هو صندوق النقد والبنك الدولي متوقع ان ان شاء الله يخش يعني نسبة اكبر من توقعات الحكومة ودي كلها حاجات بتبشر بالخير وبالتفاؤل لنمو الاقتصاد واهتمام اكبر من القطاع الخاص والمستثمر الاجنبي ان هو يستثمر في مصر وينتج في مصر على فكرة كتير من الشركات اللي متواجدة في مصر ومنها الشركات امريكية بتستعمل مصر كمحطة للاستثمار في افريقيا يعني هو بيستعمل مصر كبلد بينتج فيها وبيصدر يعني مثلا مش عايز اقول اسامي شركات بالاخص بس ممكن اقول شركة مارس اللي بتنتج الشوكولات بسبعين في المية من المنتج بتاعها بتصدروا في الدول العربية وافريقيا كان زمان لما ارجع لمن عشر سنين فاتت او حتى اقل كان مصر بالعكس حين كنا منستورد الشركات من الدول المختلفة فان انت تشوف هذه النقلة النوعية في المنظومة الاقتصادية دي كلها يعني التفاؤل مبني على مؤشرات وارقام حقيقية ده مهم عشرة مليارات دولار رقم جميل طبعا نتمنى لكم التوفيق في تحقيق هذا الرقم المستهدف كاستثمارات تنون استقطابها ولكن بالجنسية امريكا الخليج اين هم من هذه الاستثمارات يعني انا هبص على الارقام اللي هي بتاعت اللي هي للسنة اللي فاتت يمكن دي طبعا بتفرق على حسب القطاع لما احنا هنبص على اجمالي هو اجمالي اكتر الدول اللي هي مستثمرة في مصر هي انجلترا وامريكا وطبعا دول الخليج من برضو الدول اللي في استثمارات كبيرة والمانيا وفرنسا دي من الدول اللي فيها يعني نسبة كبيرة من الاستثمارات اللي بتضخ قطاع البترول طبعا بيبقى هو من اول القطاعات اللي هي متواجدة فلذلك عشان كده بتلاقي الدول اللي هي انجلترا وامريكا لان معظم الشركات هي المكتب الرئيسي بتاعها في انجلترا وامريكا ولكن مثلا نتكلم على التصنيع كتير من الشركات من الماني اللي هي عموما القطاع الصناعات والقطاع المنتج قطاع المانيا وإحنا ان شاء الله احنا برضو حارسين في فترة جاية نحنا نستهدف قطاعات اللي هي تكون فيها توفير لفرص عمل اكبر يعني دي من ضمن الاهداف اللي احنا برضو حارسين ان احنا بنبص على نوعية الاستثمار احنا عايزين استثمار بيقدر يوفر فرص عمل بيزود الانتاجية استثمار بيدخل تكنولوجيا حديثة ادارة جديدة يعني احنا من يومين كان فيه افتتاح لأحد المراكز التدريب وتنمية المهارات للشباب يعني انا حتى دلوقتي حريصة لما اجي بالتفاوض او حتى اناقش مع اي مستثمر استثمارات حديثة ببقى حريصة من خلال اللجان المشتركة الوزارة برضو مانوطة باللجان المشتركة ان كل المنح الموجهة مثلا من المانيا تكون مرتبطة لدعم مراكز تدريب وتنمية مهارات الشباب لان في الاخر استثمار في الشباب اهم استثمار يعني انا مش عايز اعطي تكلم استثمار في البترول وفي الصناعة والزراعة والا فمهم جدا استثمار في المواطن المصري في الشباب فازاي ان احنا دلوقتي قدرنا نوجه كل المنح اللي بنقدر نتحصل عليها لتنمية تدريب مهارات الشباب ده هيزود الانتاجية في مصر ده هيقدر يحسن داخل الشاب وكمان يخليه ليه دور ايجابي في بلده وده نقطة مهمة جدا بنركز عليها وحرسين ان احنا ندعمها تمكين الشباب دعم الشباب في المحرجة هم جيل للمستقبل فلذلك بنختار برضو وبندعم الاستثمارات عشان كده قانون استثمار حتى الحوافز للمناطق الاكثر احتياجا المحافظات اللي احنا عايزين يبقى فيها نمو اقتصادي اكبر عشان الشمولية تاني حاجة بنقول مشاريع صغيرة متوسطة لان هي ده الوقت القطاع اللي محتاج دعمه اكبر من الحكومة لغاية لما يوقف على رجله ويبقى مشروع كبير وكنا حرسين برضو على القطاعات اللي هي كسيفة العمال اللي هي توفى العمال لان احنا دايما بنفكر في المواطن المواطن هو دايما اللي بنبص عليه في كل القرارات السياسية ازاي نحسن داخل ومعيشة المواطن المصري وازاي بالفعل كله يستفيد من هذا النمو سواء الاستثمار او البنمج الاصلاح الاقتصادي على الواجه الاشمال جميل لا يسعني طبعا في ختام هذا اللقاء الا ان اشكرك الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لجمهورية مصر العربية شكرا جزيلا لك اشتركوا 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 اشتركوا